السلام بنات هذا فيديو جديد مع السلامة فيديو دا اليوم جنوريكم هاد الوريقة هادي انتم ما كتشوفوها على فراشات المسلين عن خدمة بالموضوع العادية بطريقة جيد مبسطة اول حاجة بغيت نقول لكم بطريقة سهلة بيش عجبتني هاد المرمى هادي اللي شريطة مالي اكس بخيس شريطة صراحة سهلة عليا ها انتم ما كتشوفو خدمة بالتوب دي المسلين لا فيزلين لتشي حاجة خدمت به الجوها المهرس ودا باعا نخدم به الموزون ها انتم ما كتشوفو الخيط عاملها لأربعة ها هو بش كيجي الخدمة دياله مزيانة كنعمل موزونة وكنخرج الخيط تحت من الموزونة بالضبط وكنخرج الخيط مرة تانية كنعمل موزونة على الطهر دياله وكنعمل ليبرة تحت من الموزون هالطريقة هادي كنعملها يعني كنخدم صف بصف طريقة هادي بش ما كي يظهر ليش الخيط مرة وكتجي هاد الموزون هادي في حل القشور دياله الحوت طريقة دياله سهلة كنتمنى تجربوها هالطريقة هادي تعملوها تعملوها في فراشات تعملوها في جلابات تعملوها في قفطان تعملوها في جميع الحاجات فين كي يمكن تعمل تنبت وتوموس لين عامله عادي كيف ما شفتو ما عامله لا فيزلين لاتشي حاجة الخدمة دياله عادية شنو هو المرمه ما تزيرش بزف باش الخدمة ديالك كجين فيكسي هاو هاد المرمه هادي إلي بغيتو تشريوها في الموقع عاليكس بخيس عاترجعو فيديوهات سابقة رأي انا هدرت عليها ومنزلوها حتى الرابط دياله ما شريتو إلا بغيتوها تشوفوها إن شاء الله ما بين كل موزونة وموزونة كنعمل موزون باش كل صف كي غتي على الصف اللي قبل منو كنتمنى إن شاء الله طريقتكم مبسطة كامل عادة إلما فهمتو شي حاجة أو بغيتو شي حاجة نوريها لكم فهد الفراشة هادي فقولوها لي إن شاء الله وانا راهنا الإشارة ديالكم بتابعة الحال ها أنا علي نسالي هاد الوريقة هادي فهد الفراشة هادي عملت تنبت بالموزون بجوج ألوان عملت هاد الزرق هادا وعملت التخكوا وعملت جوج ديال الورقات بالمهرس اللون دياله في الزرق كيف ما كتشوفوه ولون آخر لون إنحاسي أو سومو بحل لون ديال التفيرا والخيط بطبيعة الحال يستحسن أنا كنفضل دائما يكون نفس اللون ديال الموزون باش ما يبقاش الحواشي يبانو بخيط مغاير هالطريقة هادي كتعجبني دائما لحاجة كنخدمة باللون دياله باش كنخدم مرتاحة وحتى الخدمة ديالي كتجي متقونة أكتر ها هي باقي اللي باقي اللي اللخرانية كمدون باش نسالي كنتمنى إن شاء الله تعجبكم بزاف ديال أخوات كي تلبوا مني الرشماء إن شاء الله هير عنسالي هاد شي ديالي ونعملكم جميع الرشمات اللي تلبسوها مني كنتمنى تكونوا استفدتم هاد الفيديو هذا ويكون الفيديو مفيد للكم مع فيديو جديد إن شاء الله وشكرا ترجمة نانسي قنقر